اشتركوا في القناة ومشاركة عدد من الجهات الخاصة ويهدف البرنامج إلى دعم التصدير من خلال التجارة الرقمية للشركات والمؤسسات التجارية والمساهمة في تأهيل وانتشار الشركات والمؤسسات التجارية في هذا المجال إضافة إلى تعزيز مساهمة التجارة الرقمية في الصادرات وتشجيع المؤسسات والشركات على التحول الرقمي هذا وشهد البرنامج في نسخته الأولى إقبالا ملحوظا من المشاركين والذين بلغ عددهم 78 مشارك لتمثيل 43 شركة ومؤسسة برنامج رواية التجارة الإلكترونية في الخارج هو أحدى مبادرات الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية وهذه الاستراتيجية في الواقع هي نتاج لإدراك الوزارة المردود الاقتصادي للتجارة الإلكترونية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني المساهمة فيه ويشمل البرنامج تقديم حلقات إرشادية مختصة في نقل خبرة الشركات والمؤسسات في مجال التصدير من خلال التجارة الإلكترونية لشركات أخرى راغبة في التصدير من خلال التجارة الإلكترونية طبعا يهدف البرنامج إلى دعم التصدير من خلال التجارة الإلكترونية كذلك يساهم في تعزيز مساهمة التجارة الإلكترونية في الصادرات وكذلك يشجع الشركات والمؤسسات على التحول الرقمي يشرفني أن أنا كنت ضمن الباتش الأول من البرنامج ضمن المرشدين المنترز اللي تم اختيارهم حق البرنامج البرنامج نفسه كان برنامج كرييتف أعتقد برنامج جديد في البحرين أول مرة تسوي الوزارة واللي لفت انتباهي كان الـ Passion اللي عندهم الـ Participants اللي كانوا في البروغرام حابين أن أهما يحطون بصمتهم في السوق وأن أهما يكون عندهم التجارة الإلكترونية بشكل يونيك شيء يديد يابون يساونا أحنا طبعا بحكم كون رواد أعمال خلنا نقول شوية قبلهم في السوق دورنا كان أنا نرشدهم شنو الأيرياز اللي هما لازم يعني يركزون عليها التكريم كان اليوم مفاجأة لي لأن صالي من الفترة قاعد أشتغل على الموقع اللي عندي الموقع الإلكتروني وتجربة كانت صعبة شوي أن أساوي موقع إلكتروني وأشتغل عليه خاصة أننا كرواد أعمال نشتغل بروحنا نساوي كل شيء من الألف لليا بروحنا فحسيت أن مجهودي طلع تعلمت وائل أشياء لأنه لما تجربين في الكتاب وتشوفينه كعملي كل شيء غير تحطين البزنس بلان تكتبيينه وتراتبيينه لما تروحين في الأكشوال الشغل نفسه تشوفين يمكن 50% أو 40% من البزنس بلان يتطبق باقي الأشياء تكون على الخبرة وعلى السوق شنون تكون فوائل تعلمنا من خبرات قبلية والآن نترككم أسعار صرف الدنار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية اشتركوا في القناة دعا سعادة السيد سمير بن عبدالله ناس رئيس اتحاد الغرف العربية رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى ضرورة حصر التحديات والمعوقات التي تواجه التجارة العالمية في الوقت الراهن وسبل التغلب عليها من خلال خلق نظام تجاري عادل ومتعدد الأطراف يتيح للدول النامية استغلال مواردها المحلية في مجابهة الأزمات الحالية والمستقبلية مضيفا أن منظمة التجارة العالمية تلعب دورا كبيرا في وضع تصورات وحلول لتلك الأزمات بجانب مهمتها الرئيسية في تسهيل حركة التجارة العالمية وضمان استقرارها جاء ذلك خلال لقائه بسعادة السيدة ناكوزي أوكونجو إيويالا المدير العام لمنظمة التجارة العالمية بمقر المنظمة بمدينة جنيف ووجه رئيس اتحاد الغرف العربية رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين دعوة لاستضافة غرفة تجارة وصناعة البحرين في المنامة لمؤتمر تجاري عالمي بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية لمناقشة القضايا والتطورات الاقتصادية العالمية هناك كثير من التفاهمات مع الـWTO بالنسبة لتعزيز العلاقات بين مملكة البحرين والـWTO وكيفية تعزيز والوقوف على معوقات الاستثمارات البينية بين الدول وهذا طبعا نحن نتمنى أن في لقاءنا هذا طلب عمل مؤتمر يخص التجارة العالمية WTO في البحرين وهذا طبعا سيكون حدث كبير جدا إن شاء الله نتوفق في تنظيمه من خلال غرفة البحرين إن شاء الله لقد اتفقنا على مشروعين بما في ذلك محاولة إعادة النظر في المواضيع الاقتصادية القوية للغاية والتي تتعلق بالقطاع الخاص في الشرق الأوسط وآماكن أخرى وربما نعقد مؤتمرا عالميا حول ذلك فرص كبيرة تكلمنا مع أخوة وزملائنا في اتحاد الغرفة العربية وعن التحديات الموجودة من جانب قطاع الخاص وفي تلاقي أفكار خصوصا في عصر الـ Digital Economy والـ AI وساعدين جدا إنها لاقت قبول فكرة عمل مؤتمر في البحرين وجودها ترجمة نانسي قنقر